إبراهيم يكسر الأصنامة وقال إبراهيم في البيت وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام ألا تتكلمون ألا تسمعون هذا طعام وشراب ألا تأكلون ألا تشربون وسكتت الأصنام لأنها حجارة لا تنطق قال إبراهيم ما لكم لا تنطقون وسكتت الأصنام وما نطقت حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس وضرب إبراهيم الأصنام بالفأس وكسر الأصنامة وترك إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه ترجمة نانسي قنقر